المستمعة أيضا تقول بأنه حدث لها في أحد أيام شهر رمضان المبارك الماضي بداية نزول الحيض في الساعة السابعة إلا ربع والمغرب يؤذن عندنا الساعة السابعة أي قبل المغرب ربع ساعة فأتممت صيامي ولم تختر فهل يجب عليها القضاء أن الصوم صحيح أفيدونا بهذا نعم فيجب عليها القضاء لأن الحيضة إذا حدث للصائمة ولو قبل غروب الشمس في أسير فإن ثومها يفسد وإذا كان ذلك في رمضان فإنه يزمها قضاء هذا اليوم لكن لو خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بيسير ولو قبل أن تصلي المرأة في المغرب فإن ثومها صحيح وقد اشتهر عند بعض النساء أن المرأة إذا رأت الحيض بعد غروب الشمس وقبل أن تصلي المغرب فإن ثومها يكون فاسدا وهذا لا وهذا خطأ بل متى غربت الشمس والمرأة ولم ترى الحيض فإن ثومها صحيح ولو حارت قبل أن تصلي المغرب تقول فضيلة الشيخ إذا طهرت من الحيض في اليوم الثالث عشر من أي شهر فهل يجوز لي أن أصوم يوم الرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض وأيضا إذا طهرت في يوم الرابع عشر هل يجوز لي صيام يوم الخامس عشر فقط من هذه الأيام أم الواجب في صيام هذه الأيام أن تكون متتالية سيام الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنة وليست بواجب فلو تركها الإنسان ولما ثومها فلا حرج ولو صام يوما وترك يومين فلا حرج ولو صام يومين وترك يوميا فلا حرج ولو صام ثلاثة متفرقة أو متتابعة فلا حرج ولو صام في أول الشهر أو وسطها واخدة فلا حرج طالف عائصة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أول الشهر وليсли صامحة أم من وسطه أم من آخره ولكن لا شك أن الأخضر أن يكون سيام هذه أيام الثلاثة في اليوم الثالث عشر واليوم الاراضي عشر واليوم الثامس عشر ولكن لس هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل أنه لو لم يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل الأجر لأن من سام تلاثة أيام من كل شهر فهو قصوا من دهج كله سواء كانت من أول الشهر أو وسطها أو آخر والثلاثة أن السيام 3 أيام من كل شهر فمنة وأن السيام 3 أيام من كل شهر فآله وصل مده لكله وأن السيام 3 أيام من كل شهر جائر في أول الشهر أو وسطها أو آخره وأن الأ controllinguri تقول فضيلة الشيخ إذا طهرت من الحيث في اليوم الثالث عشر أعلم أن الاعتكاق لا يجيز إلا في مسجد الجامع إلا أنه كثيفة البطر ولا يوجد مسجد قريب من بيتنا كما أن المساجد البعيدة لا يجد فيها مكان مخصط للنساء فهل يجوز لي أن أعتكف في البيت علما أنني في البيت لا يشغلني شيء عن العداد الانقطاع للعبادة في بيتك إذا لم يشغلك عن ما هو أهم وأنفع من العدادات لا بأس به ولكنه ليس اعتكافا سرعيا لأن الاعتكاف السرعي لا بد أن يكون في المساجد تقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فالعقوف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة وأنت في بيتك ليس عندك مسجد تقام فيه الجماعة لكن يكفيك أن تتفرغي للعبادة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك مما يقرب إلى الله إذن المرأة قد يضيق عليها فيها لأنه ليس بمسور مرأة أن تبقى في المسجد وقد تبقى في المسجد بدون محرم أيضا ليسته تضيق لأن هذا ليس مرضمة به ليس مطالبة تنبليك الاعتكاف ليس لازم حتى نقول أنه من باب التكريف ما لا يطاق الحمد لله العبادات الكثيرة سنسوا لكن ألا تعتكف في المسجدها في المنزل لا تعتكف عند تعتكف في المسجدها في المنزل أيضا تقول لكني قلت لك لا بأس أن تنقطع من العبادة بنعنى أنها تبقى في المسجد بيتها وتذكر الله وتقرأ وتسبح بشرط أيضا أن لا يسغلها علمه أهم من العبادات الأخرى لأن بعض الناس قد يقتصر على هذه العبادات الطاصرة ويترك أشياء أهم منها أشياء أهم منها والإنسان المؤمن يتقلب في ما هو أطوأ لله وأرضى له وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى يقال لا ينام ويصوم حتى يقال لا يصطر وكذلك يصطر حتى يقول لا يصوم وينام حتى يقال لا يقوم يعني أنه عليه الصلاة والسلام ينظر ما هو الأصلح وكل حال لها مقال المستمعة تقول بأنها امرأة كانت في الرابعة عشر من العمر وقد أتتها الدورة الشهرية ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة ألم أن هذا العمل ناتج تقول عن جهلي وجهلي أهلي حيث أننا كنا منعزلين عن أهل الألي ولا علم لنا بذلك تقول وقد صمت في الخامسة عشر وكذلك فقد سمعت بعض المفتين أن المرأة إذا وفتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت في أقل من سن البلوغ نرجو بهذا إفادة بارك الله فيكم هذه السائلة لتذكر عن نفسها عن نفسها أنها فتاة الحيض وهي في الرابعة عشر من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم خين تركت الصيام في تلك السنة لأنها جاهلة والجاهل لا إثم عليه لكن خين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر الذي أتاها بعد أن حارك فإن المرأة إذا بلغت واجب عليه الصوم وبنوغ المرأة يحصل بواحد من الأمور الأربعة إما أن يتم لها خمس عشر سنة وإما أن تنبت عانتها وإما أن تنزل وإما أن تحيظ فإذا حصل واحد من هذه الأربعة الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير فأقول لها إنه يجب عليها الآن إذا لم تفن قد صامت الشهر الذي صادفها ويحائض أقوله إنه يجب عليها الآن أن تصومه ولتبادر به المستمعة تقول بأنها امرأة كانت في الرابعة عشر من العمر تقول في سؤالها الأول صامت امرأة التاسعة من محرم وحاضت يوم عاشوراء فهل يجب عليه القضاء أو يلزمها كفارة أرجو الإفعدة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأححابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المعلوم أنه لا يجب الصيام على المرء المسلم إلا في يام رمضان وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بنع إسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وإقام الصلاة وإعطاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أما صوم محرم فقد كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ لصوم رمضان وصار صومه تطوعا أعني صوم محرم وصوم العاشر منه أوكد من صوم تقية الأيام منه وبنع هذا فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة نقول إنها لما صانت يوم التاسع ومن نيتها أن تصوم يوم العاشر ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيض فإنه يرجى أن يكتب لها أجر صوم يوم العاشر لأنها قد عدمت النية على صومه لو للمان والإنسان إذا نوى العمل الصالح وساء في أخبابه ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن يفعب فإنه يكتب له أجره لقول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وهذه المرأة التي حصل لها ما يمنع ثوم يوم العاشر وهو الحيض لا يشعر لها أن تقضي يوم العاشر لأن ثوم يوم العاشر مقيد بيومه فإذا حصل منه مال من شرعي فإنه لا يقضى لأنه سنة فات وقتها بارك الله فيكم تذكر السائلة وتقول بأنها طهرت من الحيض قبل الفجر الثاني ونوت الصيام واغتسلت بعد خروج وقتها بدقيقة أو دقيقتين فهل عليها قضى ذلك اليوم؟ ليس عليها قضى يعني إذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام ولم ترتفل إلا بعد طلع الفجر فالصيام وصحيح ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من أهله من غير اختلام فيصول أحسن الله إليكم هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تبصر وإذا كانت المرأة تنفسها في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقى من شوال سوى يومين هل لها أن تكمل الستة من شوال في ذي قعدة؟ هذا السؤال تضمن شيئي الأول إذا صادف يوم عرفة المرأة سواهي حائق فهل تقضي هذا إذا طهرت؟ هذا جواب لا لأن هذا مقيد بأول معين إذا ذات فات بهم وكذلك عشورة أما الثاني الذي سرمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم عيام الستة من شوال إلا بعد ذلك فنقول هذه يحضر لها الأجر لأن هذه الستة تابعة لرمضان فهي كل رواجب التابعة للصلاة المكتوبة فنقول إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وستة من شوال في شوال فإنها تقضي الستة مع قضاء رمضان تقول دخل علي رمضان وأنا ما زلت في النفاس وفي اليوم الثاني عشر من رمضان الموافق السابع والثلاثين من النفاس انقطع الدم قبل الفجر فنويت الصيام ولكن لم أكن متيقنة من الطهر انتظرت طوال اليوم ولكن لم أرى شيء أن يؤكد الطهر ولم ينزل دم ولم أقتسل إلا بعد أدان المغرب فهل يحتسب لذلك اليوم صوم أم أن علي قضاء وهل علي شيء آخر ودهني جزاكم الله خيرا لا يحل المرأة أن يفساء أو الحائر أن تصلي أو تصوم حتى تتاقن الطهر لأن الأصل تقاوى الحي وتقاوى اللفاس ومدان الصامت ذلك اليوم وهي شابته فلذي طهرت أم لم تطهر فعليها أن تعيد صوم ذلك اليوم لأنه لسي بصحية تقول في السؤال الثاني هل ستر القدمين في الصلاة واجب بحيث أنني لم ألبس الجوارب على إعادة الصلاة في هذا خلاف بين أهل العلم من العلم من يقول إن على المرأة في الصلاة تستر كفيها وقدميها ومنهم من يقول إنه لا يجب عليها أن تستر ذلك كما أنها لا تستر وجب وبناء على هذا نقول إذا صلت ونفاشت في القدمين فصلاة صحيحة لكننا نأمرها قبل أن تصلي أن تستر قدميها ونجمعها الخلاف والله أعلم هل للحائض أن تتحرى ليلة القدر؟ لو تحرى ليلة القدر لم تنتبه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر يمان واحد السابق والحائض لا تقوم ليلة القدر لأنه ممنوع من الصلاة لكن أرجو إذا دعت في تلك الليلة إذا دعت ربها عز وجل وتعلقت بفضله ورحمته أرجو أن أتخذ نعم ترجمة نانسي قنقر